يقال إن الحاجة أم الاختراع وفي كولومبيا التي تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد تحايا الألغام من قتلى ومصابين لا غربت في أن يسخر مفتكروها طاقاتهم وإمكانتهم لإنقاذ المواطنين من خطر ألغام زرعت بشكل عشوائي هي وسيلة جماعات كولومبية مسلحة في حربهم المفتوحة مع السلطات الحكومية نتحدث عن حذاء مطور عند اقترابه من أي جسم معدني يرسل إشارات تنذر بأن هذا الجسم قد يكون لغما في جوف الأرض سيكون هذا الحذاء الذكي بديلا لطرق بدائية في نزع الألغام اعتدها المزارعون وتظل محفوفة بالمخاطر يتعلق مشروعنا بحذاء ذكي صممناه للمدنيين وحتى القوات المسلحة يبعث إشارات إذا اقترب من أي جسم معدني إنه يساعد على تجنب الألغام المزروعة والعبوات الناسفة أينما وليت الوجه في أرياف كولومبيا تصادفك مثل هذه اللافتات احذر أنت في حقل ملغوم لكن خطورة الأمر تكمن في عدم قدرة الدولة على رسم حدود للألغام ومواقعها فغاية المسلحين في حماية مصالحهم بررت لهم هذه الوسيلة التي يطلقون عليها سلاح الفقراء لانخفاض تكلفة صنفها غير آبهين بأن هذه الحقول لن يعبرها الغريم فقط بل حتما ستعبرها أطراف أخرى ليست طرفا في النزاع تقارير عده قالت إن أغلبية الضحايا من الأطفال أما أسوأ أوجه هذه الأزمة فهو تداؤل فرص الحصول على الرعاية التكبيئة خصوصا في الأرياف الكولومبيا فمن لم تسيق الألغام أرواحهم ليسوا أحسن حظا ممن لقوا حتفهم في حوادث مماثلة والصورة هنا داخل هذا المستشفى تغني عن التعليق